هاي ده شبتي يا صحيح عيبا الثور صغيراتي أحبائي شيئا من روحي هيفاء أنجو فيحاء عام دراسي كامل مضى بس العلين عم أقطج سمعت فيها من اللزة في تعليم كنا والاستماع إلى ياريت مام أعتقد يا أولادي أننا بدأنا رحلة الألف ميل التي ستوصلنا إلى الوطن والدولة والمجتمع الذي نريد إنني من معتقلي أبعث بقبولات التهنئة لكم ولأبناء عمكم بالنجاح الباهر راجياً أن أسدد هذه القبولات نقضاً في القريب العاجل والدكم خليل بيك يعني أنت كان عمرك 9 سنين لما بيك بعد هذه الرسالة من المعتقل من معتق الإنصار كانوا معتقلينه الإسرائيلية بالضبط كان له تقريباً هو بقي سنة وثمانتشرة يعني هايدي تقريباً بتاريخ كان له تقريباً سنة كيف كانت هالسنة؟ كيف المشاهد اللي فيه؟ يعني هو أصلاً أول شيء اختفى وما نعرف وينه لرجاعنا عرفنا وينه يعني عايشي ببيت كل الوقت نطربيك حيجي ولا ما حيجي مفهوم الأب مفهوم أنا حاقدر أقول بابا بعدين ولا ما حاقدر بعدين لما صرنا نروح نزوره بالمعتقل ونشوفه وبفتكر هول بهيدي الأوقات وهيدي لخاصة هيدا العمر ترسخت مضبوط فكرة الانتماء وفكرة البلد وفكرة إنه الواحد عن جد لأي مدى بيدفع حياته وبعده عن ولاده وتعذيب الجسد كرمال قضية هالأتسامية اللي هي الحق في الأرض والحقة الوضاء في البقاء بهذه الأرض أكتر شيء تتذكري إيا من اللقاء إيا من هيدا البعد جواتك بقلبك هيك بيطلع على ذنبه في كثير قصص يعني بتذكر لحظة الإفراج بتذكر لما رحت زرته بمعتقل إنسار وشفته عبر الإزاز وهيك كانت دقنه طويلة بتذكر التفتيش الإسرائيلة لما كانوا يفوتوا وينبشوا البيت خفتي ولا قويتتي ولا شو برأيك ترك فيك هالشي قصصص أكيد عمل خليط يلي جزء منه هو اللي أنت الشخصيتي الحالية يعني لما حتى جوزي عطول أنا بيتهمني أنه شخص مقدام مرات بمحل ما ما بدرس كل المخاطر أنا بقول المخاطر الأساسية الكبيرة فإيه بمحل ما عطتني هيدا الشي من وراء شخصيتي كلها رجعت أتأثرت لأنه عشتي هالقد مع عدو واضح قدامك مفهوم الموت كان عطول موجود كان عطول ما تروح على الطاولة بي حيرجع ولا ما حيرجع بيرجع بعدين عندك القصف والتهجير كلها هيدا صاحبت بأنه هيدا كل الوقت عم أجرب لقي أنا مين بدي يكون؟ ترجمة نانسي قنقر